اذا نحن عنوان برنامجنا وهلأ شو بدي اسألك بكرة شو اللواء عباس ابراهيم الى اين وعن بينحكى عن انه في هيك مجموعة وفي ما يعرف بالتعبير الغربي هل فعلا تستعد استعدادات كبيرة لمرحلة جديدة وشو هي بداية اهلا وسهلا فيك استيج جورج وبوجه تحية من خلالك من خلال تلفزيون الجديد للمشاهدين الكرام وبالعودة للسؤال ما فينا نقول عباس ابراهيم الى اين اليوم لانه مسيرة عباس ابراهيم مستمرة لم تتوقف لكنت عم بعمله بالماضي مستمر فيه ليس هناك في قاموس ما يسمى تقاعد اذا كانت تقاعد يعني الاستقالة او الابتعاد عن حقل العام ما اقوم به له علاقة بالحقل العام هذه المسيرة على مدى تلاتة واربين سنين في الخدمة العسكرية والامنية والسياسية مؤخرا بما يعني الامن السياسي في المدرية العامة للامن العام هذه المسيرة الى علاقة كما قلت في الحقل العام وهي مستمرة الى اين الى حيث تسمح الظروف وحيث تكون الساحة مفتوحة للعمل اكثر فاكثر والانخراط في الحقل العام وفي خدمة اه لبنان واللبنانيين يعني حضرتك عم تتحضر لدور سياسي اه بالمستقبل المنظور او القريب او الابعد مدى انا بعتبر الشعب اللبناني مل من السياسي ومن ترداد هذه الكلمة الشعب اللبناني بحاجة لمن يقول انا اعمل في الحقل العام ومن يكون فعلا في خدمته موضوع السياسي موضوع جزء بسيط من الحقل العام قد تكون العمل في السياسي في الامن في العسكر في اي مجال اخر يؤدي الى هذا الحقل العام لبداع السياسي جانبا لانه السياسي جزء قد تكون جزء مما اقوم به هلأ بالعسكر وبالامن يعني حضرتك هلأ بمرحلة تقاعد من هاي المناصب بيبقى فيه السياسي اه يعني هل سيكون عباس ابراهيم سعادة اه عباس ابراهيم بعد ثلاث سنين او اه بالمدى الاقرب معالي الوزير عباس ابراهيم او فيما بعد الابعد ابعد مدى دولة الرئيس عباس ابراهيم شكرا للسؤال لانه بدي وضح اه حول الدور الذي اقوم به انا لا اسعى الى الالقاب بكل صراحة انا اسعى الى ان ابقى من خريطا في الحقل العام وليكن معلوما هذا هو الهدف الذي اقوم به يعني انا على مدى تلتة واربين سنة برجع بكرر لم اسعى الى اي وظيفة لم اسعى الى اي منصب اه كانت الامور تتدحرج والظروف تتدحرج باتجاه اعطاء القاب وآآ مناصب معينة وهلأ بشتغل بنفس الروحية ليس الهدف هو اللقب الهدف هو العمل في الحقل العام والحقل العام هو اذا بدك هو المنصة التي تأخذ اصحابها الى حيث تشاهد بس مثل انو الحقل العام في لبنان هو يا بالمجال النيابي او الوزارة او الرئاسات التلاتة او الانفهوم هذا مفهوم غلط او حزب مبارك تأسس حزب قد يكون يعني لا انا ما بدي اسس حزب لا هناك تخمي في الاحزاب في البلد وبش بحاجة الاحزاب جديدة انا برجع بقول مسيرتي هي مسيرة خدمات عامة وحق العام وساستمر في هذا الحقل يقال انو حضرتك موعود بحقيبة وزارية في حال صار في انتخابات رئاسية ورح نحكي عن الموضوع واول حكومة بالعهد الجديد وعدت بحقيبة وزارية هل صحيح هذا الكلام لا ابدا ومن يعني ما بعتقد في حدا بالبلد قادر يوعد حدا باي منصب او باي حقيبة او باي وزارة الظروف تتدحرج الى ما لا يعلم الله الفراغ الرئاسي هو فراغ قاتل وقد يستمر لفترة طويلة في هذه الفترة الطويلة قد تتغير ظروف كثيرة في البلد رح ارجع معك للفراغ الرئاسي نقل عنك انك تطمح او تريد في حال عرض عليك منصب وزارة ان تستلم وزارة الخارجية هل دقيق هذا الكلام هو ليس موضوع لا طموح ولا ارادة هذا الموضوع له علاقة بطبيعة السؤال سئلت اذا قدر لك ان تكون وزير فاي وزارة ممكن ان تختار فقلت ما يتناسب مع طبيعة عملي وخصوصا في الفترة الاخيرة هي وزارة الخارجية هذا ما قلته بالحرف الواحد اما ان اطمح واريد اه بعتقد هذا التعبير او هذا التوصيف هو توصيف خارد دقيق خاطئ جدا بس يعني الجوابك على السؤال انو وزارة الخارجية اه بخربة كل القصص يعني بي 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 اعتمد مبدأ المداورة يعني اذا في حال اه اعطيت حقيبة الخارجية بيصير اه المالية بتطلع من من الطائف الشيعية يعني انا 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 اعمل له المشكلة لا يقول لك هيدا هيدا بي اكد جواب اللي عم يقول لك ايه ايه لانه هذه السوابت انا شايفها شايفها واضحة فخروجي عن هذه السوابت بي اكد انه لا اسعى لهذه الوزارة هيدا تأكيد على انه ليس هناك من سعي ولا ارادة لانه انا عقلاني الى درجة بعرف المعادلات القائمة في البلد نعم لما بقول لما بنسأل السؤال وبجاوب بهي طريقة وبكون بيراصق هذه المعادلات فمعناه انه هذا جواب افتراضي